أكد رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي أن هناك تكلفات من الرئيس السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات وذلك بمشاركة القطاع الخاصة جاء ذلك خلال اجتماعين عقده مدبولي لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعمق التصنيع المحلية وأكد مدبولي أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعم لهذا القطاع الحيوي كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج الترقيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية وخلال الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة وكلف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤول الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة لاستعراض الفرص الاستثمارية معها